في هذا الفيديو سنحل مشكلة بط ويندوز 11 بعد آخر تحديد نزل لـ 23H2 بدون استخدام أي برامج السلام عليكم شباب في محاكم إن شاء الله نكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع المجمعة الخير سيكون عن ويندوز 11 آخر تحديد نزل اللي هو 23H2 نزل التحديد رائع جدا إجاب مميزة ممتازة جدا ولكن أكيد بيجي وبتيجي معاه بعض المشاكل زي اللاق والبط في بعض الأجهزة كتير ناس بعد ما أحدثوا اتفاجئوا لاق شديد جدا وبط في الجهاز خاصة على الألعاب نزول كبير جدا في الأداء إن شاء الله رح نحل هاي المشاكل بدون استخدام أي برامج وقاملنا بجماعة الخير زي ما يشوفوا قدكم على هاي الصورة أغلب من نسبة لي شاهدون قناتنا للأسف مش مشتركين في قناة يعني بيشاهدون بصنا المقاطع وبيلوحون فالله يساعد لكم يا رب أتمنى لو تشتركوا في قناة تفعلوا زر الزرس وخلوا الإشعارات على الكل أول خطوة رح نسويها جماعة الخير رح نروح لديس بي سي هون بعدها لوكال ديسك سي وبنيجي هون عند ويندوز هون يا أخوان بعدها بندور على ملف اسمه صوفتوير ديستربيشن ننزل هذا هو صوفتوير ديستربيشن ندخل وكل هاي الملفات بنحدفها يا أخوان بنحدف الملفات هاي كلها بيخليها ويندوز أبديت بعد ما بيحدث فإحنا بنشر هون ونقوله try again أشر مرة تانية وبنقوله هون skip مرة تانية وسكب خلص بعدها يا أخوان بنروح للبحث ونكتب cmd هون يا أخوان command prompt نضغط كليك كيمين بنقوله run as administrator تشغيل كمسؤول بنقول يس بعدها يا أخوان بنجي نلسق هذا الأمر هون يا أخوان DSM online clean up image check health عشان يدور لنا هذا ال command والأمر هذا إذا في أي مشاكل في النظام وفي ملفات ال image بيصل لنا حنا إياها هاي العملية جماعة الخير ممكن تاخد بعد الوقت عشر دقائق خمسة عشر دقيقة ممكن حتى عشرين دقيقة فبتخليه حتى يخلص لما بيخلص بنمر للأمر الموالي sfc مساحة slash وبنقوله scan now sfc مساحة slash scan now بنقوله enter اوكي زيما تشوفون هون أنا العملية الأولى خلصت عندي والخطوة الثانية زيما تشوفون هون verification 2% 3% بتخليه حتى يخلص اوكي احنا عشان ما نضيع وقت كتير رح نمر للخطوة الموالية في كمان اخوان خطوة مهمة جدا لازم دايما نتأكد منها رح نيجي هون على task manager ننزل لهذا الخيار ونشوف استهلاك CPU والرامات المعالج عندنا مثلا نستخدم منه 30% من 30% للأربعين الرامات نفس الشيء 65% عندي 4 جيجا رام واستخدم منها 2.7 جيجا يعني 68% فلازم دايما هذا الاستهلاك يقل نفس الشيء بالنسبة للسي بيو البروسيس هذا البروسيس يخوان لازم دايما يكون قليل عشان يكون استهلاك موارد الجهاز اقل فرح نمر زي ما حكينا لخطوة الموالية رح نيجي هون ورح نكتب هاي الكلمة يخوان gpedit.msc يعني edit group policy edit group policy هون اوكي نستنى بعد التواني بيفتح ونيجي نجيب هاي بالشكل هذا يخوان رح نيجي عند الخيار هذا computer configuration administrative templates وننزل هذا السهم هون عندنا windows components نمر الخطوة او الخيار موالي ننزل كمان السهم app privacy هذا الخيار نضغط عليه وننزل عند الخيار قبل الاخير let windows apps run in the background نضغط عليه ضغطتين اوكي بعدها بنقوله enable نيجي هون وبنقوله force deny هاي البرامج بتشغل على الخلفية فبنطفيها بcommand يعني موجه الاوامر هون اوكي ونقوله اوكي خلص خلصنا من هاي الخطوة رح نمر بعدها للخطوة الموالية service نكتب هون service او الخدمات اوكي تواني بسيطة رح نيجي هون هون يخوان نكبر وندور على خيار اسمه size man هذا size man superfetch سابقا بنيجي هون وبنقوله disable نقوله stop نوقفه يخوان خيار هذا بياخد من موارد الجهاز بشكل كبير جدا disable stop بعدها apply وبعدها بنقوله اوكي الخطوة الموالية يخوان رح نيجي هون ورح نكتب advanced هون يخوان advanced view advanced system settings نضغط عليه تواني رح نيجي هون عند settings ونيجي هون رح ترقى خيار اول بتختار ثالث خيار وبتقوله هون show thumbnails instead of icons و smooth edge of screen fonts بعدها بنقوله اوكي apply واوكي بعدها اوكي الخطوة اللي بعدها بنروح بنروح لل settings والاعدادات كبر ونيجي عند خيار apps هذا installed apps ورح نشوف هون اخوان كل البرامج اللي ما بتستخدمها شيلها من جدورها اي برامج ما بتستخدمه شيله من جدوره مثلا انا عندي الفيديو اديتور هذا ما بدي شيا فبضغط هون بقوله uninstall وشيله uninstall مرة تانية un installing ورح تتم ازالة هذا التطبيق كورتانا ممكن كورتانا ما ينشال يا اخوان ولكن احنا رح نقوله uninstall مرة تانية والله رح ينشال عشان سابقا ما كان تقدر تشيله لازم كتير خطوات نفس الشي ندور على اي برنامج ما بنستخدم maps ونستخدمه شيله اي برنامج ما بنستخدمه اخوان بنشيله Microsoft news كمان هذا نعمله uninstall ازالة يعني واندرايف اذا ما بتستخدم خدمات واندرايف تقدر تطفيه uninstall عشان يعني حبيبه والله برامج كتيره جدا بتبطئ وبتاخد حتى مساحه من القرص فنشيل الوفيس نفس الشي اوكي نقوله يس الوفيس ما بتستخدمه شيله وتقدر تشيله بسهوله منه انو ما بتستخدم الوفيس نعمله uninstall ال people كمان uninstall اي برنامج ما بتستخدمه شيله يا اخي وتخلص منه اوكي اه ندور يا اخوان هذا ما بنستخدمه راح نشيله خلص ندور هذا كمان واذر نشيله كمان خدمات الاكس بوكس بدك تشيلها اذا ما بتستخدمها تقدر يعني تشيلها كمان uninstall uninstall اكس بوكس لايف نفس الشي نشيله يا اخوان ما بدناش اياه voice recorder كمان اذا ما بتستخدمه بتيجي هون و بتقوله uninstall و uninstall راح نرجع مرة تانية ونضغط على apps اخوان ونيجي هون عند الخيار هذا start up هذا اخوان هاي البرامج اخوان ال start up حاول انك تطفيها كلها بستثناء مثلا windows security notification خليه ولكن شيل كل هاي البرامج بستثناء البرامج ضروري جدا تشتغل مع تشغيل جهازك عشان لما بتشغل جهازك تلقائيا بتشتغل هاي البرامج وبتبطئ من اداء الجهاز فتأكد من هاي الخطوة انا بشيل كل شيء بستثناء زي ما حكيت لكم windows security notification نرجع يا اخوان الامر اللي سوينا بنلقاه 100% verification complete بيقولك windows resource protection found corrupt files and successfully repaired them لاقا بعد الاخطاء وصلحنا اياها فهسا تعمل restart الجهاز وخلاص نمر الخطوة الموالية يا اخوان علامة ال windows ونروح عند settings والاعدادات اوكي نروح ل privacy and security هون يا اخوان نيجي عند windows permission هذا الخيار windows permissions general طفي كل هاي الخيارات هون شيلها نرجع مرة تانية speech كمان اذا شغال طفي لقيته شغال طفي خلاص هذا الخيار كمان نطفيه inking and typing personalization بتطفيه نرجع خطوة لورا هون عندنا location طفي ال location كمان تستخدم يعني ما عندك تطبيقات بتستخدم location طفيها نرجع خطوة لورا ننزل تحت اخوان هون وندور اي اشي ما تستخدمو اكيد يستحسن انك تطفيه اوكي يخوان الخطوة الموالية رح نمر ونرجع مرة تانية لل settings اوكي عندنا system هون عندنا storage خيار storage مهم جدا فهون يخوان رح تيجي وتعلم على هذا الخيار storage sense منيجي نعلم عليه نتأكد من هاي الخطوة بعدها عندنا temporary fines نضغط عليه هون يخوان عندنا ملفات مهمة جدا لازم نتأكد انه احنا شلناها كلها هاي الملفات زي بتشوفون microsoft defender antivirus يعني ملفات الكاش ملفات temporary فاحنا بنعلم على كل هاي الملفات بنقوله remove files بنقوله continue كل ها علم عليها recycle bin كمان سلة المهملات بنقوله continue خلاص خلاص اخوان ما ضل في اشي مهم عندنا خيار واحد رح نيجي هون عند personalize كليكي من personalize ونيجي هون عند colors هون عندنا خيار transparency effects هذا الخيار بيسهلك من بعض موارد جهاز معالج رامات كرت شاشة كمان فبنطفي الخيار هذا يا اخوان انا مش نفعل windows عشان هيك ما بقدر اخصص هاي الاعدادات فانت رح تطفي هذا الخيار فزي ما حكينا يا اخوان هسا بنكون حلينا مشاكل بطء windows بعد التحديد على سبيل المثال بنرجع لل task manager ونشوف استهداك واستخدام الموارد اكيد الprocess زي ما شفته هون قل اكيد بعد الخطوات يسويناها نفس الشيء بالنسبة للمعالج استهلاك المعالج نزل بشكل كبير جدا من ال 40 و 30 نزل ال 4 بالمية بس استخدام المعالج ما بيتجاوز العشرة زي ما تشوفون هون يا اخوان سبعة ستة عشرة ثلاثة بينزل يعني استهلاك المعالج قل بشكل كبير جدا فهاي الخطوة وهي الخطوات اللي سويناها مهمة جدا عشان هيك بيقولكم دايما كل مرة بيتثبت فيها الوين ده ويسوي هاي الخطوات فخلاص اخوان كان هناك كل شيء بالنسبة لهم في مقطع اليوم اتمنى كنا لعجلكم في مقطع اليوم اتحرمونا من لايكاتكم لهذا الفيديو عشان انتشوا يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس مضرشي غيرواد لكم على ما ان شاء الله شوفكم في مقطع فيديو السوري سنتوري قادم سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة